أشكر أبونا على تهنيئته بمار يوسف موضوع كلش من أنا صغير يعجبني وخاصة نحن الإراقيين كل سنة ننطي أهمية لصوم البعوثي اللي هي ذكرى للصوم أهل نينوى وأتصور نحن بحاجة إلى مرات من وقت لآخر أن نفرغ المعلومات التي عندنا ونعيد النظر بها مثل ما كان يقول الفيلسوف ديكارت يقول أنا مثل واحد عنده قونية تفاح كنت جمعها من الحديقة وخلاها خلف بالمخزن من وقت لآخر يفرغ التفاح حتى يشوف أيما منهم قد بدك أن يخرب حتى يأكله قبل ما يخرب كله وهذا الشكل سيطول في أكل التفاح مدة أطول إحنا أفكارنا شوية مثل هذا التفاح تخرب ويصيب كثير من العطل أو الملل أو الضجر أو التكرار وهذا يجعل من ديانتنا كثير مرات ديانة ما كثير ناجحة أو ما كثير فعالة فردتوا هاليوم ما أعرف كأن طلبتوا منكم أسبوع الفاتذة عندكم وقد أن تقرون هذول الفصول الأربعة من يونان هو من الأسفار الصغيرة بالعهد القديم بس بينه ثلاث أشياء بينه تعليم وبينه فن وبينه استباق بينه تعليم بالحقيقة هو هو اختبار رح نشوف أنه هو هو اختبار باطني يونان هي خبرة روحية عميقة هذا التعليم مالته وبينه أشياء ما موجودة بالعهد القديم بهالوضوح بينه علم البيئة يعني يتكلم عن الحيوانات والنباتات والبشر يأخذ الأمور بشكل يختلف عن الآخرين وبينه فد نبي مقلوب كل الأنبياء خشوا أولاد يطيعون الله يدبعون الله تقريبا بس هو لا هو فد نبي نبي شقاوى يعني لأنه الله يقول له روح هالشكل هو يروح هالشكل رح نشوف شلون نبي مخربط بحيث يريد يكسر كلمة الله ويروح بالاتجاه المعاكس فهذا أيضا فد يعني يمكن هو فد كاريكاتير للنبوءة ما هو يعني ما هو نموذج النموذج رح نشوف نحن من نسوي بعوثي نقتدي بأهل نينوى ما نقتدي بيونان لأن يونان بالأخير يطلع هو يطلع من المونس بلا حمص يعني ما يقبض ولا شيء يتهم يترزل وهو يقوم يدمدم على الله وآخر جملة مالته أنا كنت أعرف أنت إله رحوم ولهذا انهزمته بس هاي يعني هو كل شيء مفتهم من القصة هذه هم غريبة ما موجودة بالكتاب المقدس هالشكل قصة يطلع يعني أهل نينوى اللي هي المدينة الخاطئة اللي تشبه مثل ما حكينا أسبوع الفاتسة دوم معامورة وكان لازم تتدمر لأنه جاء يونان حتى يطبق عليها غضب الله وأشوف اللي فجأة الله يطلع بعكس ما كان يونان يتصور إذن النبي هوني عندنا جاهل النبي ما يعرف منه الله بينما الخطأ هم علماء منه علمهم لهوت منه فهمهم بأن الله حنون منه 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 هذا هو السؤال النبي يهودي وصار لم صار لم الفين سنة يجي لم أنبياء ويتجلأ لم الله فوق جبل حريب وكل هذه يطلع يونان كل شيء ما يعرف ومدينة الخاطئة شعب نينوى الخطأة يطلعون لا لا يطلعون أصطوات يعني بكل شيء وكأنه هيم فعلا يستبقون العهد الجديد ولهذا سمي سفر يونان الإنجيل الصغير في العهد القديم ورح نشوف شلون بينه هال الاستباقية الفن الأدبي مالتو هو فن صوري مسرحية حقيقة هو مسرح وكأنه إذا نشوف مسرحية بينه مشاهد عديدة السفينة الغرق الحوت يعني هم واحد له يطير في ياله موه الشكل ايه ما حوت هذا يبلعه وشون يبقى ثلاثة يام وين يتنفس أشي يأكل أشي يشرب في بطن الحوت يعني إذن هل قد الكاتب قيريد يسوينا يصدمنا بحيث يطير في ياله وأحنا نصدق نصدق لكن ما يصير نصدق هذا هذا كتاب مقدس كلام الله لازم يكون حرفيا مثل ما هو لا ماه الشكل أكو وراء أكو وراء الصورة أكو تعليم أكو درس فإذا كان إذا كان الإنسان غشيم رح يصدق أشمعنا يصدق يعني يبلع والكتاب المقدس أبدا ما هو كلام للبلع وكل بلع هو خطأ هو كلام للهضم اسمعوا وافهموا انظروا ها انظر يعني انظروا وفسروا إحنا بالمصلاوي نقول دقون حتى أفسر أريد أفسر أفسر يعني أشوف أريد أفسر الرؤية هي نوع من التفسير ولهذا بالحقيقة هذا الفن التصويري هذا الفن التصويري المبالغ بينه شوية ذكرنا بواحد آخر قال الجمل يدخل في خرم الإبرة ما كنشفنا جمل يدخل في ثقب الإبرة وما كنشفنا شخص يطمص بالبحر ويبلعوا حوت ويطلعوا يعني هاي أكو 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 وراء هالصور أكو تفسير آخر بالحقيقة يسوع رح يأخذ رح يأخذ آية يونان هاي الصورة بالضبط ما الحوت يسوع رح يأخذها لنفسه يقول كما بقي يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام رح يأخذها على نفسه لتحقيق القيامة وكأن يونان هو يسوع استباقي اللي رح يقوم من القبر ويونان إذن هو آية علامة إشارة سهم من طلعته اليوم رحته لإسليمانية خارج كاركو كان أكو رقعة مكتوب سليمانية الإشارة ما تعني وصلت سليمانية الإشارة تعني من سار على الدربي وصل بعد عندي ساعة أو شوية حتى أصل إلى سليمانية إذن آية يونان علامة على طريق الإيمان فإذن رح يدخلني دخلني هذه الإشارة في تعرجات الطريق إذا أنا كسلان أقف تحت العلامة أقول ها وصلت لا ما وصلت ما يصير أقول وصلت يعني ما يصير أقرى النص فقط وأكتفي أقول هذا وافتهمته ما يصير النص هو علامة إشارة تأنيني أنا القاري فإذا ما شغلتوا شوية القابلية مالتي إلى هذه الإشارة ما رح أفهم هذا الموضوع بالحقيقة رح أتناوله بالأسبوع القادم شوية حتى نفكك الرموز الدينية المعاني نتعلم الشون نقشر كنت أقول لكم قصة هذا الطفل الذي كان يحاول يأكل جوز يمكن فيه إحدى المحاضرات كنتوا في بيت وكأت هوسة وكل الناس قاعدين على القنابات وما كان عنده مكان كان قاعد جوة ألقى ديني صيف فتح رجلينه وعنده خمس جوزايات فكلتنا دلحتي وهوسة وجقاير وتقشقات وهاي بس أنا دا أنتبه عيني علينا وإشوف هذا الطفل الشون رح يأكل الجوزايات مالته فعنده شكوش مسك الجوزايا الأولى طب ضرب على أصباعته ما جدت ضربة قوية باوع علي أنا در تويتش حتى لا ينحرج بعدين مسك الجوزايا بس ما مسك بإيده حط هالشكل طب ضربة طيب طارت الجوزايا فاتت تحت القنابة فقام على ركبه فوت إيده بين رجلين القاعدين وجابت جوزاي حطه فاتح رجلينه ومرت اللخ هاي ثاني تجربة التجربة ثالثة ثالثة مسك الجوزايا من جوه ومسك تشكوش على كيف طب 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 ضربتين ضربة شوية قوي انفتحت الجوزايا باوع علي مثل واحد يعني ديري يقول لي انتصرتو طلع الجوز وقام يأكل أنا متأكد تهنب الجوزايا أكثر مما لو واحد لقشر له هي أنا أصور الكتاب المقدس يشبه هذا الطفل أكو من ياخذ النص طعب ما يفهم كل شي ها واحد من الجوزايات ضربة بقوة بحيث تفلطة حتى تعلقاء ما بقى منه ولا شي ضيعة إذن واحد ضيعة واحد فاتت تحت القنبة واحد ضربة على إيده الرابعة كانت الجوز الطيب اللي أكله هكذا هي المعلومات اللي عندنا في الإيمان تحتاج إلى شوية خبرة وشوية فن وشوية شطارة وأتصور هذه اللي رح رح تخلينا ندخل في أعماق الكنز المعلومات اللي هو الكتاب المقدس الكتاب المقدس بالحقيقة هو مختصر في سفر يونان أربع فصول تختصر هذه الخبرة مع الكتاب المقدس يعني يونان يعطينا يعطينا معاني رغم أنه هو أربع فصول كلش قصير بس يعطينا معاني ما موجودة بهالشكل المكثف مثل ما موجودة في هالأربع فصول يقول بأنه يونان يأصي كلمة الله يقول قوم روح بشر نينوة فإن شرورها صعدت إلي فقام يونان وذهب لا إلى نينوة بل إلى مدينة ترشيش يقال أنه ترشيش ياسبانيا هربا من وجه الرب يعني هو فلسطين بدل ما يجي شرق رح غرب ركب البحر ورح إلى ترشيش وفدفع أجرة السفينة ونزل فيها ليذهب مع ملاحيها إلى هناك بعيدا عن وجه الرب بل كي ترشيش ماكو الله هونك أرتع بعيدا عن وجه الرب فويسير بعدين العاصفة وهو نيم نيم بالسفينة وليهم وكأنه ميم الشغلة فكثير أكو أشياء عجيبة في هذه القصة ما عندي وقت لأنه ممكن أسوي كورس على هذا السفر طويل جدا سأعطيكم شوية زبدة مالته اليوم فيضبونه بالبحر يبلعوا الحوت يرجع الحوت يضبوا على الشاطئ هذاك الوقت ما بقالوا يجب أن يأتي على نينوة يأتي على نينوة لماذا تخلص المشكلة بالعكس سيكون مشكلة أخرى لكن قبل ما يأتي على نينوة في بطن الحوت يونان يصلي وهذا المزمور مزمور يونان قسم من العلماء المفسرين اعتقدوا أنه هو مقحم هو ما جزء من النص الأصلي بالعكس هو بطل بطل الكتاب هذا المزمور هو الذي بينه المعنى العميق من يقول إليك يا رب صرخت فاستجبت لي في ضيقي من جوف الموت استغيث فسمعت يا رب صوتي طرحتني في العماق في قلب هذه البحار المياه الغزيرة تحيط به تياراتك وأمواجك جميعا تعبر يا رب علي طردت من أمام عينيك فكيف أرى بعد هيكلك المقدس تكتنفني المياه إلى الأنف والغمر يحيط به وعشب البحر يغطي رأسي نزلت إلى أسس الجبال إلى أرض أبوابها انغلقت علي يا رب إلى الأبد هذا كل وصف الكآبة بعدين لكنك يا رب أيها الرب سترفع حياتي من الهاوية ونشوف القيامة ما ليسوء لهذا يقول آية مالتي عندما تعود إلي نفسي أتذكرك أيها الرب فتصل إليك صلاتي في هيكلك المقدس يعني عنده أمل بطن الحوت أنه رح يرجع الفلسطين ورح يفوت للهيكل ويصلي يراعون آلهة السوء ويهملون رحمتك لكن أنا بصوت الحمد أقرب لك الذبائح وأوفي ما نظرته لك أثارك النظر بطن الحوت إذا خلصتني أسوي بس من يطلع من بطن الحوت الله ما ما يعني ما يتواطع معانو ولا يلبي يلبينو وهو يقول يعني أوكي بس طلعني منوني رأساً أركضي لأورا شليم أذبح لك ذبائح وهذا هو كأنه الله ينضحك علينا بهذا الأمر هو أن تروح إلى نينو فمن يطلع ماكوشارة لازم يسمع الكلام ويروح إلى نينو هذه إذن النقطة النقطة الأساسية هي المزمور إذا ردنا إذا ردنا نختصر سفريونان نقدر نختصره بثلاث كلمات كلمة حدث منه الله كلمة حدث الله يعني وكانت كلمة الله إلى يونان مثل باقي الأسفار النبوية كل الكتب تقول أنه وكانت كلمة الله إلى إبراهيم وكانت كلمة الله إلى إشعيال الله يكلم هو يكلم يحكي هذه النبوء هي إذن كلمة بس هذه الكلمة ما هي كلمة بالهوى كلمة متجسدة في حدث أحياناً الحدث هو قصة من خلاله يظهر منه الله بس بالنهاية رح نعرف منه الله ومن خلال هل هل ثلاث أشياء تقدرون تأخذون الكلمة الحدث الله تقدرون تبقوها على كل الأسفار على كل شيء كلمة الله إلى مريم مريم تقبل طف تليفونك طف تليفوناتك حتى نشتغل شوية حتى لا تطيشونا إذن بين الكلمة وبين الله أكو حدث هذا هو الرابط هذا هو البوري الكهرباء الكهرباء بهذه الغرفة يمشي من خلال الواير نحن بحاجة إلى وايرات حتى ننقل الكهرباء نحن بحاجة إلى بوري حتى ننقل الماء واسطة اتصال إذن إذن اتصال بين الكلمة وبين الله أكو اتصال يأبر من خلال الشخص أو الحدث يسوع بالنسبة إلنا هو هو الكلمة صارت جسدا ولهذا التركيز بالمسيحية على جسد يسوع جسد يسوع هو واسطة الاتصال بين المحطة ما الكهرباء ما الكركوك ما الدبس الكهرباء يجيني لو ما هذا الواير واصل كابل إلى عدنا احنا ما كان نقدر نستفيد من هذا الكهرباء لو لا يسوع جاء لعدنا احنا ما كنا نقدر نستفيد ولهذا جسدي ماكل حق ودمي مشرب حق القربان يعني هذه والحدث الحدث هو جسد يسوع اذا المؤمن ايش رح يسوي المؤمن رح يختلف طفل كبير مرأ رجال كل واحد رح يحاول ان يقرأ الحدث يحاول الانسان ان يترجم هذه الكلمة يترجمه بالبداية بالعهد القديم كان كل الاهد القديم لازم يسمع اسمع يا اسرائيل اسمع لا تسدون اذانكم اسمع الله رح يحكي رح يحكي اكوفت رسالة رح تجي ولهذا الانبياء دائما كانوا يحضرون الاذن يحضرون السماء وكانوا اليهود في زمان يسوع المتأتقية كانوا يلفون هاي الآية يكتبوها على فد ورقة صغيرة يكتبوها بالعبري اسمع يا اسرائيل اله هنا واحد احبيبه من كل قلبك وكل نفسك واحبيب أخاك حبك لنفسك كان يلفوها يحطوها في فد مثل قصبة صغيرة او زناقين كان يعملوها منفضة يسموها العصابة ويعلقوها بشوية مثل شمع يعقوها بشعرايتهم يحطوها على جبينهم ولهذا بالإنجيل يقول يعرضون عصابتهم عصابة العصابة العصابة هاي على القوة حتى يقول الموسى يقلم حطها بين جبينك حطها بين جبينك هاي الآية لا تنساها هو جاء وحطها فعليا يعني بدل ما يفكر بيها جاء طبقها عمليا يمشي بالشارع وهاي مع اللقاوني زين إذن الله هو الله هو ما نعرف من الله إلا بالنهاية الله ما ينكشف بالبداية إلا على شكل كلمة أو على شكل اسم اسم ليتقدس اسمك اليهودي ما يسمي الله الله يخاف يسمينوا الاسم بالعبراني هشم هل قد كانوا اليهود بالجزيرة العربية يصيحون يسمون يصيحون هشيم يا الله هشيم يمكن من هون يجاء اسم هاشم الاسم من بقايا اليهودية بالجزيرة العربية جاء اسم هاشم هي اللي التعريف ما اليهودية ها هشمايم السماوات الأرض هشيم الاسم هذا الاسم هو أداة اتصال ما عندي من الله إلا اسمه ما عرفوا أنا من هو يعرف الله إن الله لم يره أحد قط مولد ما الكهرباء بعيد يعني هو هو الخالق هو الخالق ترك لي الماء بس هو سافر ترك لي رسالة بس هو سافر هاي رسالة مالواحد مسافر لم يره أحد قط يعني هذول يشوفون بحلم مدري شنو على كيفك شوية الله ما يظهر ما يظهر بها الطريقة حتى يوسف يوسف يجينه حلم يقول له خذ المريم لا تخاف بس مو حتى يتوقف ولا حتى يبطل لا وديه على بيتك بس حتى يمشي حتى يعيش الحدث حتى يكتشف بالنهاية أنه هذا هو من الروح القدس يعني هم يوسف هوني نبي لأنه قي يجيله كلمة من خلال الحلم بش يمكن هو نموذج ما لدته هو يوسف الأولاني هذا اللي أبوي سماني علينا ذاك اللاخ المصري وكيل الفرعون هذاك هم كان يشوف أحلام هذاك هم خلص شعبه هذاك يشبهون بعضهم يوسف مريم ويوسف ابن يعقوب ذاك الأول إذن أكو اتصال والله اتصال وكل ديانتنا هي اتصال أعرف اسمك ليتقدس اسمك أعرف اسمك هذا الاتصال هي بالحقيقة الأساسيات اللي رحنا رح نبدأ بيها الاتصال رح يصير اتصال عمودي والاتصال رح يصير اتصال أفق بيناتنا نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب واتصال الروح القدس اتصال الشركة اتصال الروح القدس إذن أنا أنا عندي اتصال عندي رقم تلفون عدتكم رقم تلفون فلان اي عندي رقم تلفون الله يخليك انطيني رقم تلفون وهذا البشرى السارة عدنا رقم تلفون من يروح بطرس الاخونه اندراوس يقول له وجدنا المسيح انطيني رقم تلفون والله يخليك يقول جابوا عندي يسوع وقال هذا شفتو دائما اكو بالانجيل اتصالات واحد يجيب اللاخ على اللاخ ولمن يقل انه بشروهم وعلموهم روحوا عندهم هذا الاتصال هذا الاتصال اش رح يكشف لنا لمن اتصل بالله اش يصير اكتشف هويتي اليوم احنا دايخين بالهوية انتم اشنو كل دان الا ارتوديكس الا من اهل وين انتم بالحقيقة احنا زماننا هو زمان الهويات التعباني او مثل ما كتب امين معلوف هويات قاتلة تجي هوية تقتل هوية اخرى احنا بحاجة الى ان نعرف هويتنا الهوية الحقيقية ما تتحقق الا بالاتصال يعني يعني هويتك بقابلية الاتصالات ما لك هذا الانتماء انا مثلا ولدت بفلان مكان وعشت بفلان مكان هذا انتماء هذا انتماء بس هويتي ما حد يعرفها بس الله يكشف لي هويتي انه الله يحبني كن ابنة ما انشئت واكتسب ادبا انت ابن من حقيقة هذا ما مهم المهم ما ستصير انت ليش مخلوق يعني من اكوفة جهاز ما متصل بالكهرباء سمم بكم كل ما يعمل يكفي ان يتصل بالكهرباء وتبدأ لمبة تشتغل وهذه فاذا ما كو معنى بك اذا ما كو اتصال يعني انت ما موصول بالجنريتر او ما موصول بالكهرباء فاذا انت انت بحال ذاتكم ما كو معنى لحياتكم الا اذا اشتغل الجنريتر هذا كالوقت راح نعرف انت من انتي من اكو مشكلة بان احنا البشر اذا نؤمن بان ما طلعنا من الحيط الله كن خلقنا اكو فرت شي غريب ما كن انتبهنا علينا الاختلاف الاختلاف اغرب شي بالعالم واغرب شي بين البشر ذاك اليوم ما سير راح تتوقع التبصم ما قدر التبصم ليش كنوا مسحة هاي الخطوط ليش لان اثنين بشر ما يشابهون في هذه الخطوط ليش الله ما بس هسا اكو اكو جهاز قرانية العين ايضا بيا بصمة هسا استعاذوا عن الابهام بالقرانية اكو اجهزة تفتح عينك قدام ينفتح الباب اذا اسمك مسجل هذي بس شيئين بسيطين هاي وهاي والله يعلم اش قد اكو اختلاف بين واحد وواحد ووحدي ووحدي حتى التوم ما يتشابهون الله يعشق الاختلاف هل قد الله يعشق الاختلاف احنا دايخين يعني خذوا ورقتين من شجرة واحدة هس اطلعوا برا شوفوا لكم شجرة زيتون او اي شجرة خذوا ورقتين انتم بالنسبة الكم للوهلة الاولى هالورقتين يتشابهون بس خذوا ورقة بيضة ايفور ها خذوا ورقة بيضة ايفور جيبوا الورقتين لسقوهم واحدة يمن لخ وقعدوا وحاولوا تكتشفون الفروقات الموجودة بين الورقتين ما اكو ورقة تشبه ورقة ما اكو عصفور يشبه عصفور ما اكو شعراي تشبه شعراي فانا اتساءل يا رب تعال دا شوف ليش انت خلقت الاشياء مختلفة والبشر احنا نتصور كل الصينيين يتشابهون والصينيين يتشابهون كل العراقيين يتصورون كل العراقيين يتشابهون لانخشمنا دي قدام بس اذا ايجي صيني يعيش بيناتنا راح يكتشف انه نحنا ما نتشابه واذا رحنا للصين نحنا رح نشوف انه مليار ونص صيني ما يتشابهون كل ما دققنا كل ما حطينا عقلنا رح نكتشف انه كل واحد وكل واحد من عندنا مخلوق فريد وحيد متميز ما يشبه الاخر هذا التمايز هو هويتنا مو تشابهنا مو لاننا من القوش او من زاخو او من شقلاوة او من عنكاوة ولهذا كل تعميم هو خطر وما جابنا البلاوي في بلدنا وفي سياساتنا وفي عالمنا الا اشكال التعميم كل الامريكان عنصريين يحكي مثل هذا مثل ما اقول كل الفلان كل المسلمين متطرفين ما صحيح ما يصير نعمم ما يصير نقع في هذا الفخ فاذن الله عطانا عطانا تمايز بالنسبة اليونان كل اهل نينة وما خوش ناس فاش رح يسوي الله بينه قال دقيقة قف علي رح اعلمك درس حتى لو على حساب تتعدى بشوية رح يطمصه بالبحر وراح يودينه ويجيبه لعب خلقته طوبة وبالاخير اش رح يكتشف انه ما بس اهل نينة وما يتشابهون مع بعضهم وما كلم مثل ما كان يتصور يونان انه مدينة خاطئة تستحق الدمار لكن وما بس مثل سادوم وعمور ما بيا خمسة واربعين ويحد خش ناس خش هواد لا الله ينقهر على الاطفال الاطفال الرقم ما الاطفال هو مئة وعشرين الف طفل هذا يعطينه بالفصل الاخير يقول انا شو ما انقهر يقول فما مئة وعشرين الف نسمة لا يعرفون يمينهم من شمالهم يعني اطفال مئة وعشرين رقم الكمال ما عدا بهائم كثيرة حيوانات يعني الله يحب الحيوانات وهم الحيوانات فتشير عجيب احنا من ينتبه على الحيوانات بس اللي بيناتك يمكن رب سمك أصفو كلب بزوني انا كنربيتوا كلها هاي عشرتوا الحيوان صدقوني اللي عاشر يلقوم أربعين يوم يكتشفهم يتعلم منهم انا عشرتوا انا حيوانات شنو مو لبائن ابونا ليش تضحك احنا لبائن اقول لك بيننا وبين الشمبانزي القرد ثنين بالمية فرق بس ثنين بالمية فرق احنا قرود احنا نشبه القرود لبائن يعني تتنقسون من الجرادية وفار هذول هم لبائن مثلنا الفار ترضع واحنا نرضع دقيقة دقيقة لا تسجروا النفس كم على جهة ترى نحن لبائن نحن نشبه هيكل عظمي ما لنا وهيكل عظمي ما القرد تحدك تكتشف الفرق اذا ما تدقق احنا نشبه ربيت نحل هي عندهم عقل اكثر من من عندنا وهي مأقدم من عندنا صدقوني عندهم شطارة وعقل وخبرة وعندهم لغة 1972 أخذ كارل فون فريتش جائزة نوبل لأنه قدر أن يترجم لغة النحل كونغاد لوغينس النمساوي بنفس السنة هم هو شاركه جائزة نوبل تعرفون اشكتشف لغة الأمومة الغريزة احنا نسميها غريزة بس كلمي كلمي ما بيا معنى غريزة شنو غريزة علم الأم الأم البطة من يطلع الكتكوت الأم البزونة الأم العصفور الأمومة عند الحيوانات هو فد معجزة من الخلق تعالوا شوفوا الشون الشون الحيوانات من تجيب البيبي ما تلطعوا ما تنظفوا ما يقوم على حيله ما تخاف حطوا بيضة مع البطة تحت الدجاجة تجربتهم؟ تعالوا شوفوا ما يحدث ما يحدث خطيئة على الدجاجة تتخبض لماذا؟ لأن هذه البطة تحب الماء كل الكتاكيتهم شون نخلف مامتهم بالشارع وهذا الكتكوت الصغير اللي طلع من بيضة بطة شاف ماي وشيت الدجاجة تتخبض كي 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 تصيح عليهم وتعال تعال وفات بالماي تقول ها شون خليفي سودا هذا النوعجزة ما الخلق رسالة رسالة الله يقل لك عندي رسالة إليك أنت ما قد تفسر ما قد تفسر ما قد تشوف أنت بعيد عني نواء وتصور من بعيد كتلة من الشر إن شاء الله نار متوكل حط من الله ينتقم منهم اليوم قبل غدا أدعي عليهم بلك الله بلك الله أكو أغنية قديمة مع زهور حسين ضحكني تقول أريد الله يطلح بتي بيهم والجوع قد تقول أريد الله أريد الله على البلا يجاء فيهم أريد الله رمادوا برأس حالكم أي أغنية لو بصيفة الله ما ما زهور حسين الله ما ما اليونان الله ما يطلع حوبته الله ما عنده حوبي الله كله حب كله رحمة كله حنية وكله نكتة من أكل بوري بالقصة هون ما اليونان يونان يونان أكل بوري وظل القصة الضل ويقفي أكفت شيء متشابه بين قصة يونان والابن الشاطر لو تقرون فصل 15 من لغة راح تشوفون الابن الشاطر يرجع يصير آدمي بس أشنو أسود كش ما يحكي قل لست مستحق أن ندع لك ابن بل شك فوت فوت أبوي فوت اذبحوا العجلة المسمن لبسون البسطال لا النعال النعال لبسون الدجداشة ولبسون الخاتم الخاتم ما الخاتم اسمه خاتم يعني يطيق يوقع السلطة يوقع على سكوك يطيق يصرف بينما الابن الكبير الابن الكبير يونان قارنه بين يونان والابن الكبير الابن الكبير يقول يقول جدي واحد خدمته كانت سنة جدي واحد لم عطيت ني بالبداية الفصل يقول يسوع وقسم ما له بينهما اذا منه خليفي سودا هذا القيعد بالبيت اللي كل ما الابونه وعانه بس لأن ابونه قيعد معانه اكثر غريب من هذاك اللي استغرب ورجع وتاب ولهذا يونان يونان قيعد مع الله في اورشليم وهو ما يعرف الله وما يفهم منه الله وله وليهذا الله راح ينطين درس مو في اورشليم مو بالهيكل لأن إن كان لديك قربان على المذبح اذهب اولا وصالح اخاك ثم عد فقرب قرب أخونه اليونان ما كان في أورشالي كان في نينوة على بعد أكثر من ألف وقصور كيلومتر بذاك الوقت يعني نرادو شهر مشي حتى يصل إلى نينوة هالشكل إذن عندنا عندنا ديانة هذه الديانة فكروا بيها الكاتب مع القصة اليونان بالحقيقة كتب بعد السبي ليش نقدر نكتشف من أسلوبه أنه مكتوبة بحدود سنة 250 قبل الميلاد هذولي اليهود كانوا يتصورون إحنا شعب الله المختار وقالله اختارنا والبقية كلتهم إلى جهنم وبقص المصير بس من جابم نبو خد نصر ونبو خد نصر الله يرحمه حرام أحسن شيء يسوانه بحياةه رح جاب ليهود جابم وسوى السبي وهذولي لما نجوا جوا أكيد ابتلوا على حالهم مساكين خسروا بيتهم خسروا أهلهم خسروا خسروا منهم حياتهم بس هذولي اللي سباهم جابم إلى بابل فتحوا عينهم شافوا أكو زقورات أكو قصور ورشاليم إذا تقارنوا ببابل خرابة شيخ عمر كل شيء ما تسوى هذولي قاعدوا يتساءلون قسم راسا إذا يهوى إذا إلهنا ما قدر يقاوم قدام مردوخ لكن مردوخ أحسن رح نعبد مردوخ يعني قبل السبي شخد كانوا الأنبياء يصيحون آلهتهم كاذبة يروبال كيم لا 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 مردوخ أقوى من يهوى وهي هون قسم من الأنبياء خافوا قاموا لحقوم واحد منهم هسقيال أو إشعية الثاني أو إرمية كلهم جوا على بابه وبدوا يعلمون بدوا يكرزون هذا التعليم كان أمامهم طريقين إما يقولون بأنه أهل باب الكلهم ما خوش ناس وإنتم حاولوا أن تحافظون على نفسكم يعني نوع من الإنغلاق مثل ما يصير بجماعتنا اللي يهاجرون إلى برة أمريكان فرنسيين ألمان كلهم جايفين ما عندهم أخلاق ما عندهم كل شيء هاي سمعتوها هاي بأذاني أنه كثير من المهاجرين ما أنا اللي ياخذ من غير ملتو يموتوا بغير علتو وكل هاي الأشياء الخوف على جماعتنا الانغلاق وكثير من اليهود فعلا كانوا منغلقين على عقليتهم اليهودية اللي جابوها معاهم بس قسم من اليهود ومن بينهم كاتب سفر يونان يقلم لا إحنا ما أحسن منهم لا لا يمكن هي ما أحسن من عندنا أهل نينوى نبي مخربط تراجي وحدي كل ما اهتدوا مو بس اهتدوا صوموا الحيوانات ركعوا عن رماد الوصف ما لصوم أهل نينوى تاريخيا ما كواكت شيء تاريخيا ما كواهشك لصوم بس كأنه كاتب سفر يونان قيقل لنا الشعوب الأخرى ما تعرفوها قرب عينك ادرس الموضوع مثل ما قلتلكم خذوا ورقتين من شجرة قربوا عينكم خذوا ميكروسكوب خذوا مكبرة وشوفوا الفرق هذاك الوقت رح تعرفون يعني إذا تريد تعرف الناس اقترب منهم مثل ما الله اقترب منك اقترب منهم انت ما تشبه الله إذا ما تقترب منهم هذه دعوتنا كمسيحين اذهبوا في الأرض يقول لها واقتربوا من الشعوب وتبنوا أكلم شرب أنا من سافرت للخارج أصعب شيء بالبداية كان أن أكل آخ له تعرفون الأيام الأولى من جابولي الضفاد والظلنطحات وهاي الأشسمة وهذا البحريات أنا ما كان أكلته يعني حتى ريحة السماك هاي بس حتى هذا الشعب أتبنانه أو يتبناني حتى لغته أتعلمها كان لازم أضغط على نفسي وأكل وآكل متلم كل بلاد العالم سافرتوا إليا أجبر نفسي آكل أكلم هذا هو التكيف الدعوة الأساسية هي الاقتراب من الآخر أقترب من الآخر أنظر إلينا أشوفه أحبه وهذاك الوقت صداقتي معانه راح أتغزر كرازة يونان ما كانت كرازته بس كرر جملة قال له هي الله قلمت راح تخرب نينواء إذا ما تتوبون هي يمشمعوا كلام الله صار في كلامه خصوبة يعني تحقق كلامه تابه جاء أنت ليش زعلان هوني راح تجي النبتة تذكرون أكو خروعة اليقطين أشنو اليقطين خروعة يعني إذا أكو نبات يضحك هو الخروعة كن شفتم خروعة إذا تزرعوا اليوم بعد يومين ثاثي يصعد يكبر يكبر مترين ثلاثة خلال أيام خروعة والخروعة لمن أذكر خروعة أذكر دوما الإسهال وهو يعني فتشجرة حرام ماكويسي لا هي ولا ثمرة ماكويسي ولو مفيدة لمن ندقها ونعصرها ونطلع مننا خروعة قبل كان يستفيدون منها بس هم هوني أكو نكتة كبيرة من كل نباتات الدني الله ما لقى غير الخروعة حطوا عدغاسه لأن الشمس كانت قوي فهو يشكله كان أصلا وغطت الشمس علينا آه أفش أشق الطيبية يعني كأنه يشكر الطبيعة يشكر النبات يشكر وفجأة وفجأة الله أمر أنه هذه الخروعة تيبس يبست كان نيم ضغي تحت ظلة يبست ضربت الشمس على رأسه حمي وحميت أعصابه وصار عصبي على الله وقام يصيح قال له عليش سرت عصبي قال له يعني استكثرت علي هذه الخروعة قال له أنت زرعتها منه زرعتها أنا زرعتها قامت من نفسها بليلي وضحاها أنت انقهرت على الخروعة ما انقهر على نينوى ما يشتعل قلبي على هذه المدينة العظيمة يعني ما تعرف قدر الدني هذا أيضا شوية نجيل بينه هذولي الناس هذولي المساكين هذولي الأطفال هذه الدني هذه الدني هذه الكرة الأرضية تحتاج إلى صوت خارجي طلعنا ما يصير ما يصير ديانتنا تكون يعجبني وما يعجبني حرام أشوف أنا ما قير تعقل يا واحد القداس اليوم أشو ما قير يعجبني أنا هذا أبونا من يقد الصوت ما قير يعجبني أشو كرازيت أي طولة الكرازية مرة مرتين رحت من لا يأكل جسدي ويشرب دمي لا حياة له في نفسه ليش يا قضية يعجبني أقلكم أنا بالنسبة إلي مقياس كل إنسان يستعمل كلمة يعجبني في أي شيء من الأمور هو مراهق لأن المقياس ما هو يعجبني من الدكتور يقول لكي لازم تشربين هذا الدواء أشعر دكتور طعمه ما يعجبني ضروري تأخذين هذا الدواء من أهلك حياته وجدها من أهلك حياته وجدها إذن ولو ما يعجبك لمن الله قال له لإبراهيم اترك وطناك وروح إلى الأرض التي أريك يعني من ساكن مدينة تحول إلى بدوي ومن اسم أبرام صار إبراهيم غيروا الله من يصيحنا من يجيبنا يغيرنا هو يونان نموذج للتغيير غيروا قلبوا على البطانة راسا على عقب فإذن أشي يصير بالمؤمن حتى يكتشف الكلمة حتى يكتشف الحدث الحدث يغيرني يصير تجاوز لذاتي من ومن كم كان عقله قبل الزواج شكل وبعد الزواج صار شكل آخر إذا ما يتغير معناته الزواج ما فادوا من ومن إنما حكمته الحياة بأن يتغير غصب العنو المسيح من يدعو التلاميذ يغيدون يغيدون مصلحة يجي عقوب يوحن يجيبون أم مواسطة بل بلك تعمل يعني يمين يساء ماذا تقبلك يا رب يقول فانتهرهما شنو الحكيم هل تستطيعان أن تشربا الكأس التي سأشربها ما كو إنسان يحب ما يشرب كأس كأس العلقم المرارة الموت المرض المعاناة ما أنسى أبدا طبخنا هاويل بالسيمينير كنت مراقب ف بالليل حست مرته وما نام طول الليل وكان لازم يجي يطبخنا بالنهار ها أجبك هاويل يقول لي هني يأتي ما مزوجين أجبك يقول حسد حسد بالليل مرتي ورحنا وجبنا القابلي وما أعرف أشنو ما نمتو ولا دقيق وحسا لازم أجي أشتغل قلت له حسدتني علي موجالك ولا لازم تفرح بينه إذن أكو فالتجاوز أكو فالتجاوز سفر يوناني علمنا علينا تجاوز من إيش تجاوز من اللي يعجبني تجاوز من نظرتي على الله منو الله سفر يوناني يقول له الله الله في نينو لأن الله يعرف أهل نينو الله ساكن في نينو يعرفهم واحد واحد وكن عدم رح يقول له يسوع إن شعر رؤوسكم معدود مئة وعشرين ألف عدد الأطفال معدل الحيوانات أشدوخك بالعدد عرفهم واحد واحد يسوع رح يجيب المثل ماليونان ويصبوا براسنا شعر رؤوسكم كله معدود إحنا منطيق إحنا نفهم هذه الرسالة إلا إذا استسلمنا قبلناها لا مشيئتي بل مشيئتك هذا الاستسلام هو تكلم يا رب فإن عبدك يسمع هذا هو الصوت الخارجي هشم الإسم الصوت الخارجي هذا رح يكشف لي بأن الله ما هو اللي أنا أتصوره ها أكوف تشيئ لأخي صغير يمكن ما أنتبه تملو الديونان عنده شيء يشبهنا شوية إحنا من شخص ما يقطع عقلنا وما يعجبنا وما ينبلع وقوطية سيفن أب ما تنزلوا ما ينزل بزلعومي ما ينبلع هذا الإنسان أش أعمل مع هذا الإنسان أزعل والزعل عندنا ديانة شوفوا شقد عندنا زعل غريبة أنا كنت نسويته كثير محاضرات عن الزعل المقاطعة والزعل هذه أكس الله لأن الله أبد ما يزعل لأن لو الله زعل وقطع الكهربع عننا أنت تصير طابوقة أحسن الراتيوات أحسن التلفزيونات إذا قطعت عنه الكهربع كش ما فيه ما بينه فايدة فإذا اتصالنا بأله هو اللي ينطي معنا حياتنا إذا اتصالي بالآخر إذا ضربني على خدي الأيمن وحولت له الآخر ما معناته أنا جبان لخلي يضربني ما يخالف لا ما لي نقطع الاتصال مهما كان الثمن لأنه بس خطعت الاتصال خلص مت وهذا أيضا هذا أيضا مذكور في سفر عاموس فدمثل كلش حلو يقول يقول عاموس فصل خمسة يقول إن إن من يعشق ذاته إن من يعشق ذاته هو كإنسان يهرب من وجه الأسد فيلقاه الدب فيدخل البيت فيسند يده على الحائط فتلدغه حيا عاموس خمسة فصل خمسة آية ساة عشر منه الأسد منه الدب منه الحيا الأسد هو عدوي والدب هو اللي عايش معاي والحيا هو أنا يعني أنت عدو نفسك واللي عايش معاك عدوك وعدوك هذا خب عدوك أعداء اليسان أهل بيته يا مو يا مناس اللي حواليهم ما يخلهم ما يفتحوا لهم الطريق الويل لمن تأتي على يده الشكوك فإذا ما أصل إلى ذاتي إذا كنت دائما تابع إذا كنت دائما تابع للآخرين إن من يسمع كلام الله ويحفظه هو أخي وأختي وأمي إذن عدنا بس فد اتصال ما يصير أقول أنا ما أجعل بيع ليش لأن عمي كان شماس يرحم واتكم يرحم كل يوم كان بالبيعة فإحنا أنا من أموت راح أتعلق بالدجداشة مالته ما كو الشكل الشيء ما كو الشكل الشيء ما كو هذه هذه الأنا مالتنا راح تمر في أزمة كبيرة إذا ما نظرنا إلى الأمور نظرة أخرى وما تغير عقليتنا مثل يونان إذن يونان أجبينه أجبينه يونان ليش هالشكل ليش هالشكل عصبي ليش هالشكل خلق ضيق ليش هالشكل نفسه جيفي والقضية في داخله داخله بطنه في أعماقه يعني وكانت كلمة الله إلى يونان من البداية هي خبرة بطنية وحتى النهاية بينه وبين الله أكو حوار بس حوار طرشان يونان ما قي يسمع ما قي يفهم وهون هون رح نفهم ليش يسوع بالإنجيل يطرد الشياطين ماذا معنى طرد الشياطين في الإنجيل وليش ما أكو حس طرد الشياطين لازم نفهم المغزى في قصة يونان الله يطرد شياطين يونان أشنين شياطين يونان الكراهية الخوف الاحتقار لأهل نينوة الجاهل يطرد هذه الشياطين وما يقل لنا الكاتب إذا يونان اهتدى افتهم لا مثل الابن الكبير يظل أطرش يظل ما يفتهم ولهذا رح يجي الإنجيل رح يقول من له أذنان سامعتان فليسمع إذا يا يهودي الله أطاك وصايا شنو فايدة هالوصايا انت كنحفظت تعليم المسيحي كنحفظتونه الإنجيل كنحفظتونه أطيق أقل لك آيات كلتا وكثير مسيحيين شطارتهم بالآيات بس تحكي كلمتين يسفقك بآية واش تفيد ليس من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات فإذا عندنا هوني عندنا مشكلة أوهام هل نحن مسيحيين ثلاث طبقات أكو بالمسيحية بكل تدين الطبقة الأولى هو العاطفة الدينية الشعور بالقدسية عاطفة دينية ممكن يكون عندك عاطفة دينية من دون أن يكون عندك دين الطبقة الثانية هو الديانة الديانة الرتيبة يروح الكنيسة يصلي يبوس الحيطان يبوس الصور ممكن أكو ديانات كثيرة بالعالم بس هذا ما يعني أنه هذا التديم بينه شيء هذا القشرة الديانة هي الإطار مثل هاي الإطارات ما الصور إطار ثالثا الإيمان لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل فإذن عندنا نبي نبي عنده ديانة بس ما عنده إيمان يونان نبي بلا إيمان أشي ذكركم فصل 13 من قرانثيا لو كنت أنطق بألسنة الناس والملائكة لو نقلت الجبال لو لو فصل 13 ولم تكن بي المحبة فأنا مثل نحاس أو سن جون يرن فإذا لا الشعور بالقدس ولا من أشوف فت فيلم شفت فت فيلم مش بعت بك أش قد كان طيب هاي فعالات وعواطف وكثير كثير من الناس ديانة معطفية ويبكون على أدنى شيء هاي مو ديانة ديانة مو بك أش يبقى لنا يبقى لنا التدين هذول المتدينين هذول قا يقتلون بنا والدو عشا كل هذي تدين هذا أش حال ديانة هاي باسم من وما بس هيم كثير من عندنا إذن أشن الإيمان حرام هذه أصعب شيء لأن الكاتب يقرف أشن الإيمان رح يدور رح يدور رح يدور وما يجاوب سفر اليونام ما كو جواب عن الإيمان وما يلح على أهل نينا وما يلح عليه هيم تابوا وخلصوا من الموت وخلص بس اكتشفنا بأن يونام ما عنده إيمان لما رح يجي يسوع رح يسألون التلاميذ إذا هش الإيمان بل يعني بالله فد شوية فد نقطة إيمان يقلم لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل إذن الإيمان هو فد مشكل كبير ورح يظل الإنجيل صعب أخفيت هذا عن الحكماء وكشفته للصغار للأطفال للمساكين طوبة للمساكين طوبة 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 للجياع طوبة للعطاش فصل خمسة من مت إذن حتى أنطيكم معنى الإيمان لما انفد بنت نخطب لما انفد ولد يخطب بنت تعرفون بالإنجليزي أشي يسمون الخطوبة تعجبني هالكلمة تعجبني بالفرنسي أنجاجي أنجاجي يعني لضع رجله على الطريق من سار على الدربي ما دائما يصل بس إن شاء الله يصل أبي الإنجاجمنت من نلبس حلقة للخطيبة أو للخطيب نلبسهم حلقة ووووو نشتغل حلقة ونلبسهم حلقة ونخبص نفسنا هذه الحلقة ما معناتها؟ معناتها يا شباب العالم شيلوا عنكم مني أنا أخدت قرار هذا وماكو غيره ويجون الناس المخربين يجون يقللوا له ويعني أشفتي بينه شكول فلوس كل الأسباب اللي نشوفها بينه إحنا من برة إذا هي تحبه راح تقول لا لا مو الخاطر فلوسه مو الخاطر أصله يا جماعة أنا أحبه هذا الشي هون يصير تصير هاي البنت غريبة تصير غريبة عن أهله وتصير غريبة عن صديقاتها وهون ما رح نفهم ومن نجي نقول له حكي لنا حكي لنا شوية أشنو اللي خلاكي تختارين شقد طلبوكي أنت دفستيهم ليش هذا قبلتي حرام هوني وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيناي في لغة الهوى هذا هو الإيمان ليش بعض الناس يحبون الله نفس الشيء لأنه يشوفون في الله مستقبل ما تقدر هاي البنت تحكي المستقبل لأنه ما تعرف المستقبل ما تعرفه بس هي كن أخذت قرار كن أخذت قرار أن تشوف بعين المستقبل حكي لي والدي لما كانوا أول ما تزوجوا خطي صغيري كانت أمي فأمرا يمكن أرباطعش سنة تزوجت فتقول مرت سنتين ما عندنا أولاد أبوك كان يقول يعني أش تقول رح يجي يوم يقعدون حوالين أولاد تقول لي ليش قطعت أملك من الحياة بعد وقت لا تستعجل تقول أنا كنت أشجعه أنه ينظر للمستقبل ولهذا من جيت كان كثير عصبي بس تعمل يركض على الدكتور بس تعطس يركض على الدكتور كل أسبوع يأتي من الشغل كان يشتغل بالشركة يأتي كل أسبوع كل أسبوع أشما بي يدخل كان يشيلك ويركض على الدكتور دكتور ما قي يعجبني ما قي يعجبني يشكله لازم تشوفه حتى الدكتور كان يضحك كان يقول له بابا لا تدفع لي نعمل اشتراك الله يرحمه الدكتور جميل جمعة ما كان مصدق أنا ابن هذا الحب أنا ابن انتظار إحنا أولاد إيمان الله بينا إحنا ما نعرف شنو الإيمان إلا إذا عرفنا إيمانه هو بينا الله انتظرنا درستو أنتروبولوجي عندي ماجستير بالأنتروبولوجي تعرفون البشرية هي آخر العنقود تعرفون هي الولد لم دلل مال الله تعرفون الله من نقشنا خلق الحيوانات وخلق الكائنات حتى بالكتاب المقدس من يقول خلق أول مرة الحيوانات والنباتات وبعدين باليوم السادس ورأى أن ذلك حسن جدا إحنا مدللين يسوع اكتشف بأن بابا دللنا ولهذا ما يفهم الله إلا اللي عاش الأبوة أو الأمومة اللي عاش هالعلاقة علاقة التخلي بالتخلي يصير التجلي ننسى نفسنا نموت علينا من نحب واحد نقول له أموت عليك الله مات علينا يسوع مات من أجلنا بنفس القوة اللي نقولها إحنا الأطفالنا أو الأخوتنا أو للناس اللي نحبهم أو اللي نعشقهم هذه قصة الله في يونان اللي راح يشرحها يسوع مو بالكلام لكنه بالجمعة العظيمة بالحدث أتوقف ناخذ استراحة وأجاوب بعدين الأسئلة شكرا راح حاول أجاوب على الأسئلة قلت في معرض حديثك بأن الشياطين لا يدخلون الإنسان وفصلت تدخلهم بصفات الخبيثة كالغرور والتكبر وغيرها هل هذا صحيح؟ نعم نعم يسوع بالإنجيل خاصة يستعمل عقلية الناس بالداخل والخارج وكأنه هذا في الموضوع شوية شوية يحتاج له يمكن أسبوع الجاي أتناوله بالرموز الدينية بس بس يسوع يقول من داخل الإنسان تخرج القبائح الزنا والقتل من داخل الإنسان فدائما يركز على تنظيف الداخل توبة أن تنزل التوبة إلى الأعماق هاليوم هاليوم بواسطة اكتشافات علم النفس بدنا نعرف أشياء يمكن توضح شوية الصورة بس هذا ما يمنع أنه أكو أمراض نفسية وأكو أمراض روحية أقدر أقول أنه أشكال التبعيات هي نوع من الشياطين التبعية للسيجاير التبعية للشرب التبعية للقمار التبعية للأيديولوجيات الخبيثة المخربة هذول هذول ينتحرون يقول للإنجيل بأنه دخلت الشياطين في خنازير وذبت نفسه بالبحر انتحرت ما تقلي هذا يفجر نفسه ينتحر هذا أكو الله خالق يقبل بأن أولاده ينتحرون بهذه الطريقة فهذا مو عمل الله هذا أكيد عمل الشيطان بس الشيطان مو بالمعنى الصور اللي عدنا نحن يمكن هو معنى أوسع أشنو معنى كلمة سطان شيطان سطان معناته كل شي يقسم كل شي يجزئ الإنسان يقسمه يقصوا بالنص يبعدوا يستعبدوا هذا هو الشيطان موضوع الشيطان يمكن يحتاج أكثر تفكير أكو سؤال يقول خاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا هل يعني بأن رجال السفينة آمنوا بالله والرب الحقيقي وتركوا أصنامهم وآلهتهم بالضبط الكاتب يقول كل مخوش وادم ما عدا النبي مالنا هاي معناته يعني كل من هم خارج قوس في انت كاتب يونان كل مخوش وادم هذول ركاب السفينة أهل نينو كل مخوش وادم يعني هذا الكاريكاتير اشي يسوي يضخم يضخم الصورة حتى حتى نفهمها هو هذا الغاية منه بس لا تأخذون الكلمات بمعناها الأول الحرفي لا روحوا إلى ما وراء هذه الكلمات زين بهذا المعنى المسيحية سبقت التطور العلمي بالاتصالات لا الاتصالات اللي عندنا ما عنده علاقة بالاتصال اللي موجود بالمسيحية أبد ما يصير نخلط بين العلم والإيمان اتصال للإيمان هو اتصال من نوع آخر مو آيفون ولا سامسونج لا اتصال من نوع آخر ولهذا ما يصير نخلط العلوم ساعدتنا أن نتصل مع الناس والأرض صارت صغيري بس أكو غير نوع اتصال شعب نينا ويعبد الأوثان لماذا سمعوا لنا وخافوا الله وهم لا يعرفوا هو صحيح الكاتب يريد يقل لكم بأنه حتى الوثنيين ممكن يكونوا نحسن منكم أنتم يا مؤمنين يهود يا مؤمنين بالله أنتم ما تعرفوهم ما تعرفون الله صار لكم مئات السنين ده يجي لكم أنبياء وانتم مثل الأطرش بالزفي ما قد تعرفون الله منه فهذا درس لنا الأولين أخيرين والأخيرين أولين وهذا يسوع رح يستعمل هذا يقول العشارون والزواني يسبقونكم إلى الملكوت يأتون من المشارق والمغارب ويجلسون على مائدة الملكوت وأبناء الملكوت يطردون خارجا أسئلة ما عند علاقة بشي كنت أريد حتى لا أجل هس هاي هم ما عند علاقة صوم يونان ثلاثة أيام بدون طعام الموضوع مبالغ لو ما كو أي مشكلة ما يعني هي مت مت لت يوم تريد صوم ين بلأ أكل أربعين يوم لازم هي أقلم بعد أربعين يوم رح تخرب نين و بس إحنا سويناها ثلاثة أيام خففنا بس هي بالحقيقة أيضا حاجة للتعبير حاجة للتعبير أكفت وحدي أكفت وحدي أماي جتي بنت مخطوبي قالت لها ماما جاب لي ورداي كان يجيب لك خاتم ألماظ الأم تقرأ شكل والخطيبة تقرأ شكل الخطيبة شافت حب وجمال وروعة وعاطفة في الورداي ما مادية كانت بالنسبة إله بس بس الأماي شافت غير شي أو أكون كتت لخم جتي العروسة أو الخطيبة قالت لها ماما ماما آه ما قد يحبني قال لي سأجيب أضع تحت رجليك قلت لها ما تبغى سحالك الأرض تحت رجليك دعي يجيب لك سقف شاهدوا الأمهات دائما واقعيات لأن لديهم خبرة زين نحن نعلم أن الله يحترم حرية الإنسان في حال لم يستجب لدعوة الله فكيف نفسر إدخال الله ليونان في ضيقة مما أرغمه على العمل بأمر الله خش سؤال خش سؤال فعلا الكاتب يقول يا نبي يا مؤمن ما تقدر أن تتغير الله في رحمته الدرس هو بالنهاية والدليل أنه ما خل يونان يهلك أنقذوا فآية يونان هي علامة رح يأخذ يسوع لنفسه بس هوني هوني عناد يونان هو بالحقيقة في داخله يعني الصراع في باطنه حتى الكآبة اللي حس بيها ليش نام هاي كثير أشياء ما حكيتوا أشيون ممكن واحد ينام بالعاصفة نفس الشي يسوع رح ينام بالعاصفة بالسفينة رح يجون يحسسونه اثنين ناموا بالسفن بالعاصفة يونان ويسوع هوني هم يونان يسبه يسوع لسببين كأنه يسوع يريد يمتحن إيمان التلاميذ ويونان عنده كآبة لأنه خالف أمر الله وما قي يكمل مجرى حياته أنت طيقين تقولين لا أنت تقدر تقول لا تقدر مطيع الله تقدر تكسر كلمة الله تقدر بس رح تجي أحداث من إذنك الجرك إذا أنت مؤمن رح تفسر فعلا الله جابني يام ويام ناس كانوا شقاوة ملحدين واهتدوا اجوا على الطريق اجوا على الطريق على طريق الله إذا دعونا إذا دعينا على إنسان ظلمنا الله لا يستجيب دعاء السيء فكيف نأخذ حقنا من شخص ظلمنا كيف نتصرف هوني هوني يسوع هو مثالنا من يضرب هذا باليوم الخميس لمن يضرب هذا يقول إذا أخطأت قل أين الخطأ وإذا لم أخطأ لماذا تضربني هوني أدنى مشكلة هل قد حب الله كبير للبشر حتى الإيد اللي تضرب ينطيل فرصة لا تنسون اللص اللص اللي نسمينه اللص اليمين ولا وما هو لا يمين ولا يسار الإنجيل ما يقول يمين أو يسار بس نحن عنصرية ما اليمين على الأساس نحب اليمين أكثر من اليسار ونفرق حتى بين إيدانا نفرق نحب هاي نقول الإيد النظيفة وهاي الوسخة بس يسوع يسوع أنا أصور حتى المجرمين ينطيلم فرصة الله رح ينطيلم فرصة هذا يتجاوزنا يعني بس نشوف أذيتنا نحن يمكن هذا يهتدي إن سيتم زكا شقد كن ظلم شقد كن أذى رح يحاول يعوض أربع أضعاف للي ظلموا بس مع ذلك ونصف أموالي للفقراء مع ذلك هو رح يشعر بالذنب يعني هون المن يسوع يقارن بين هذا اللي الله غفر له مئات الآلاف وانت اللي عليك بس مئة دينار يعني يوازن دائما يحط الطرف الثالث الله في علاقتنا أكو أنا وأكو عدوي لا أنا وخصمي وأله مثل ما أكو أنا وزوجي أو زوجتي وأله ما جمعه الله أكو علاقة في كل علاقة أكو طرف ثالث إن كانت علاقة سيئة أكو الله وإن كانت علاقة حسنة أم أكو الله الناس دائما تقشى الحقيقة فكيف نستطيع التغلب على مخاوفنا حتى لا نقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه يونان بسبب خوفه كلام صحيح كل القصة هي قصة خوف بالحقيقة إحنا نخاف من الله وهذا غلط لازم نخاف على الله من كنت طفلة أو كنت طفل كنت تخاف من أهلك لأنك تسوي وكاحة بس من صرت كبير ما يصير تخاف منهم بعد لازم تخاف عليهم وإحنا يوم اللي نخاف على الله ليتقدس اسمك ذاك اليوم نصير 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 ناضجين رأيي في قصة الخروف الضال أن الإبن الكبير له الحق في أن يزعل ويعتب على أبيه لأنه شعر بالظلم لأن بعض الآباء والأمهات يفرقونه بين أولادهم ويفضلون هذا الإبن عن ذاك فما هو رأيك خش قراءة بالمقلوب اللي كتب السؤال أنصحه يروح يفتح إنجيل لوقة يقرانه مرتلخ فصل خمسة عشر ليش لأن بالحقيقة كل كلامه الولد الكبير هو غلط يقول صار لي سنين أشتغل معاك أشتغل إلك عبد ويقول له أنت ابني ويقول له هذا ابنك الذي أكل مالك مع البغاية ما يقول أخوي كل كلامه غلط فإذن هو يسيء الظن بأبونه ويسيء الظن بأخونه وشعوره بالظلم هو عقدة تبعية هو صورة اليهودي الفريسي اللي ما يشوف الله ولا يشوف رحمته مثل ما أنتم ما تشوفون النعمة النعمة نعمة الله ما نشوفها ويوم اللي تصير فد مأساة ذاك اليوم تنقله بالدني كل هالأيام أنتم مرتاحين وصحة كماليحة وشباب وحفلات واشيس ما بالحقيقة كثير كان عندي مواضيع أحكي حتى عن الحاضر التعبان حفلة الشعب نيحب الحفلات أشني الحفلة والحفلة ماكو شيء مومين مثله أكثر مومين لبعد من القداس هذه الحفلة مدى نشوف شي بيا يعني من نأزم الناس على الزواج يجون عشرين على البراخ ويجون ميتين على القاعة بينما بالحقيقة شيء يسوونه بالكنيسة بهالكلمتين تريده نعم تريدينه نعم هاي هذه فالشيء مهم فالشيء مهم يعني واحد يقف عصاب يقول يا الله يا الله بس لا يقولون لا بس لا يقولون لا نشجأ مثل فريق كرة القدم قول 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 هذه اللحظة بس ما تجيون أنتم تشوفون المزة ما طيبي وما بي مليح هاي كله تكلاوات كله كلاوات هاي بالحقيقة تشجيع ما أدنى للناس اللي يأخذون قرارات مثل هاي هذا قرار قرار حياة قرار مستقبل ولهذا هذا السؤال بالحقيقة هو خوف احنا خايفين من المستقبل خايفين عليكم مثل الام من تخاف على طفلة من يبدو يمشي خطواته الأولى كثير من الأباء والأمهات خافون على أولادهم حتى مني يبيض شعر أولادهم ليش تخافون عليهم ليش الخوف ما خوش ناصح أنا ما أتبر الخوف خوش ناصح ولهذا أقول يعني فعلا يونان يخاف على إيش يخاف ما أف بس تعددت الأسباب والخوف واحد ذكرت في المحاضرة السابقة بأن الأرض ما هي محاضرة السابقة إحدى المهجرات كانت قد وجهت رسالة إلى داعش وقالت نحن نحبكم وبيتنا وأثاثنا خذوها وبالعافي عليكم في رأيي أعتبر هذه الرسالة ضعف وسذاجة نعم قال يسوع من لطمك الأيمن أعطي له الآخر ولكن هذا ليس لهذه الدرجة فما هو قولك أكو فاتبنت صغيري اسمها مريم قرقوشيه هسا اشتهرت باليوتيوب كن قابلة مراسل مال سات سبعة كن صاحة عصام خليفة اسموه هذا التوني خليفة طبعا اشتهرت اشتهرت انا اشوف هذه الطفلة هذه الطفلة بنت الإنجيل يعني رغم سذاجتها وبساطتها بس نطق بيه الإنجيل أنا أسمعتوها حقيقة أكو عنده فرد شيء دغدغ قلبي هذه الطفلة أكيد السياسة معقدة والعالم معقد والدني معقدة وأحنا الكبار يمكن أخفيت علينا هذا الحكماء والفهماء بس يبقى يسوع يشككنا إلى أبد الآبدين أمين وطوبة لمن لا أكون له حجر عثرة ليش يسوع يشككنا لأنه هو اكتشف منه الله إحنا ما نعرف منه الله أحب متصوف كلش أحبه مسلم اسمه الحسين بن منصور الحلاج عنده فد قصيدة كلش حلوية اسمه طاسين الأزل يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحاني حللنا بدنا إذا رأيتني رأيته وإذا رأيته رأيتنا وعنده بالنهاية عنده قصيدة أخرى يقول بكى بعضي على بعضي معي كان يبكون من كثرة العشق مال الله هل قد الله يحبني بحيث ينزل في داخلي فما تفرقني منه قتلونه لأنه قال الله في جبتي هذا هو سر الله يسوع أيضا قتلونه لأن قال الله لكن ما هو الله الحقيقي يعني كان سوينا بغداد بالأكاديمية دراسة عن كل الشهداء الحقيقة والإيمان ما حقينا عن يسوع جبنا السهرة وردي وجبنا الحلاج وجبنا حتى سقراط اللي مات من أجل الحقيقة فأكو كثير ناس ما يشبهونا بهالسذا جمالم غشم غشم وكل الناس رح يقلو لكم طوب لكم إذا عيروكم وافطهدوكم وقالوا عنكم كل شر من أجلي افرعوا هكذا فعلوا بالأنبياء من قبلكم ترى التاريخ هو نفسه نفسه والناس هي من نفسهم ولهذا نحن حقي أو حقك هاي المهجرة حكت هالشكل أنا أصور هذه المهجرة عملت شوية مثل الأنبياء يعني رحت إلى أقصى الحدود رح نحكيها بالجمعة العظيمة إن شاء الله هاي ما الأقصى الحدود المسيح أخذ مثال يونان وقال كما بقي يونان في بطن الحود ثلاث أيام هكذا سيبقى ابن الإنسان في القبر إذا كان بقاء يونان زمن لماذا لا يكون بقاء المسيح في القبر زمن أيضا يونان كان قريب من الله ولم يفهمه والابن الأكبر كان قريب من الله لم يفهمه بينما أهل نينا والابن الضال فهموا الله هذا يعني الابتعاد يقربني لله كويس كويس فعلا غسطيني يقوله في كتابه الاعترافات لو ما ابتعدتوا ما التقيتوا وما تعرف غيري إلا ما تجرب غيري أنا لو لا كلتنا يجينا في اليوم يجينا تجربة الابتعاد أبتعد وين أروح وين أروح رحت وفعلا غسطيني نوس مقدمة كتابه الاعترافات رائعة يقوله يقوله أنا كنت بعيد عنك وانت كانت انتظرني أنا كنت غريب وانت كنت مسجل اسمي في سفر الحياة إلى أن جبتني إلى بيتك وهديتني قرؤ إذا أعتكم كتاب اعترافات هذا خاصة فصل الأول صفحات الأولى من أروح شيء ففعلا يسوع يقوله العشارون والزوان يسبقونكم إلى الملكوت يقوله يسوع يسوع يعرف أنه مثل ما تقول نجاة الصغيرة البعيد عنك أريب والأريب عنك بعيد فعلا إذا ما تشعرون بهذا الحب خبرة الحب البشري خبرة الأب والأم خبرة الأبوة والأمومة والزواج والخطوبة كلتها بالحقيقة هي طعم حتى الله يصيدكم بيا أجعلك صياد بشر إحنا اللي ما كنذاق الحب اللي ما كنشعر أنه محبوب ما ممكن يعرف حب الله هذه هي الخبرة خبراتنا البشرية طوبة لللي يشوف الله بلا ما يطول 30 سنة 40 سنة أكو ناس ينفتح قلبهم مثل هاي الطفلة مريم أمره 9 سنين 10 سنين راسا افتهمت وأكو ناس ينردوا وقولوا حكي وأكو ناس يشيب ويعجز ويموت وهو أطرش وكش ما يفتهم هاي هاي ما أقدر علي ولا أقدر أفهمها بس يسوع يقول لم يعطى للكل ليش؟ هاي معروفة هاي معروفة ما الشون الشون الحوت في القصة لماذا اختار الكاتب الحوت من كل الحيوانات هاي لأنه قبيو يمكن يمكن بس أنا راح أكيكم فاتشين ما حكيتونه مليح هذا السؤال راح يفسر بس ما عندي صبوره كان أشرح الكمية بالحقيقة الكاتب مو بس عبقري الكاتب بدا يلعب على الكلمات خلي ناخذ اسم نينوة نينوة اسم قديم نينوة كم حرف بيا؟ أربع حروف نون يا نون يا نين وي ماكو أربع حروف بالأرامي نين وي نين وي أشو أن نكتبها بالعربي ما نكتبها بالألف طويلة ولا نكتبها بالها نكتبها باليا نين وي ليش؟ لأن بقايا لغة أشورية قديمة نينوة نينوة زين اقرأ بالمقلوب نينوة يون هم أربع حروف قلبوا نينوة يا واو نون يون إذن إذن نينوة ما انقلبت يون انقلب هو أشو الكاتب اخترأ اسم يونان من نينوة المقلوبة هم بيئة قلبان قلبوا رح تنقلب نينوة قلبا نينوة بس هو انقلب يون اوكي ناخذ الأربع حروف يا واو نون نون عملت شرخة لنخربطها رح نقراها نوني نوني نون واو نون نوني يعني شنو نوني سمكة و بال سفر يونان ماكو كلمة حوت بالعبراني اكو نوني سمكة عظيمة ضخمة فإذن اخذنا الحروف الأربعة منا طلعت اخذنا اسم نينوة قلبناها صارت يونان خربطناها صارت نوني صارت سمكة و أبوك الله يرحمه ايه ايه يعني هون الكاتب يلعبين طوبة نينوة يونان نوني لكن اكو اكو اكتشاف غريب اكتشفونه كوماندان كوستو هذا اللي كان عنده سفينة كاليبسو وكان يروح على البحار وهي فاليوم وقع شخص بالبحر الحوت ما يأكل بشر ما يأكل الحيتان خاصة الحوت هذول الكبار الأزرق هاي يأكل يأكل بلانكتون يأكل هاي قريدس زين الحوت اجا هذا قيغرق قيطمس جوا اجا سبح تحته ورفعوا لي فوق وخلصوا فاكتشفوا العلماء اكو فالظاهرة غريبة الحوت حيوان بحري لكنه كان لكنه مثلنا يتنفس فوق يعني الحوت يبقى عشرين دقيقة جوا يصعد يتنفس من فوق الحيتان بدنا نعرف عاداتها الماما الحوت من يجيب بيبي الكل الاناث يسبحون حوله حتى يحمون لصغير من سمك القرش لا يجي يأكله اول خبرة اثنين مرات البيبي يلعب ينسى يصعد يتنفس فيغمع عليهم جوا فيجي الحوت يسبح تحته يصعدوا فوق حتى يتنفس يقال انه يمكن القدماء اكتشفوا ظاهرة انه من واحد يغرق الحوت ممكن يخلصه اخذ هاي الفكرة معروف هل هذا صحيح او ما صحيح معروف بس هاي موجودة في حياة الحيتان اوكي كيف يمكن استرجاع حرارة الايمان الذي نعيشه بعد تجربة شخصية اي الايمان الاول بشوق الى التقرب بين الله والحياة الروحية السؤال بينه كلمة غلط استرجاع لا الايمان ابد ما يسترجع الايمان قدام هو يعني المخطوبة اللي تحب خطيبة ما لازم تقول كيف استرجع حبي الاولاني لا لان هسا زوجك هو او زوجتك هي الحب ما الخطوبة مرحلة الحب